روما يدخل على الخط النصير على ردار الذئاب لتعويض لوكاكو انضم نادي روما الإيطالي لكرة القدم قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصير مهاجم إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليصبح ثاني فريق في الكاليتشيو يبدي اهتمامه بابن العاصمة العلمية فاس بعد الروسونيري ميلان وأشارت صحيفة موندو دي بورتيفو نقلا عن تقارير إيطالية أن الفريق العاصمي يسعى بدوره للتعاقد مع النصيري في المركات الصيفي باعتباره من الأسماء القادرة على ضخ دماء جديدة في شريين الذئاب على المستوى الهجومي وأوضح المصدر نفسه أن روما يرغب في ضم النصيري لتعويض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى تشيلس الإنجليزي بعد انتهاء فترة إعارته في الفريق الإيطالي وأكد ذات المصدر أن النصيري يعد الأعلى قيمة في فريق إشبيلية خلال المركات الحالي ما يدفع إدارة النادي للبحث عن تحقيق أرباح مالية من بيع عقده المنأن عقده مع الفريق الأندلسي ينتهي بعد نهاية الموسم الكروي القادم وأفادت الصحيفة الإسبانية أن إشبيلية يرغب في بيع النصيري مقابل حوالي 20 مليون يورو وسط اهتمام آخر من وستهام وتوتنهام وذنربخشا وأندية أخرى من الدوري السعودي وحصل فيكتورو أورتا المدير الرياضي للفريق الأندلسي على الضوء الأخضر من إدارة النادي في ملف النصيري الذي يعد من بين أبرز مهاجم الفريق في السنوات الأخيرة ويخشى النادي رحيله بشكل مجاني متم من الموسم القادم النصيري صاحب الـ 27 سنة سجل 16 هدفا في 33 مباراة بالدوري الإسباني في الموسم الكروي الأخير وقدم تمريرتين حسمتين كما لعب ست مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة